أحمد أيضاً بالتزامن مع هذه التطورات القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تتحدث عن مشاورات أمنية سيعقدها نتنياهو ظهر اليوم في تل أبيب لمناقشة عدد من الملفات بالتزامن مع ذلك يدعوت أحرانوت صباح اليوم تحدثت عن احتجاز جثمان السنوار واحتمال استخدامه من قبل الجيش في أي مفاوضات لاحقة فيما يتعلق بملف الأسرى بالفعل زهر وأبدأ من التطورات السياسية بنيمين نتنياهو يعقد اليوم مشاورات عاجلة مع مسؤولين سياسيين إسرائيليين ومعقارة الأجهزة الأمنية تقول القناة الثالثة عشر الإسرائيلية إن هدف هذه المشاورات هو فحص إمكانية التقدم في صفقة تبادل الأسرى وتنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه آن الأوان للتقدم في الصفقة لتقدم كبير في ملف استعارة المختطفين الإسرائيليين كما يطلق عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه النبرة سمعت خلال الأيام الماضية من علد من المسؤولين الإسرائيليين أو بالأحرى خلال الساعات الماضية من علد من المسؤولين الإسرائيليين منهم بنيمين نتنياهو الذي قال في كلمته بالأمس إن إسرائيل ستكثف جهود استعارة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة هذه المشاورات تأتي قبل جولة محتملة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة سيزور إسرائيل وعلى ما يبدو سيزور دولا أخرى في المنطقة من أجل الدفع بصفقة التبادل لكن حتى الآن لم يبلغ عن أي تواصل إسرائيلي مع الوسطى مع قطر مع مصر حتى الآن لا اتصال إسرائيليا بالتالي إسرائيل حتى الآن كل ما يتعلق بصفقة التبادل هو أحاديث داخلية على الأقل هذا ما أعلن حتى الآن ولم تتطور الأوضاع أكثر باتجاه مبادرة جديدة أو الطلب من المفاوضات من الوسطى تحريك ملف المفاوضات مجددا بالأمس أجري اتصال هاتفي بين بنيمين نتنياهو وبين الرئيس بايدن فهم أن هذا الاتصال الهاتفي هو للمجاملة هنأ بايدن نتنياهو بقتل يحيى السنوار كما جاء في البيان وعرج البيان طبعا على ما يتعلق في نهاية المطاف بالأسرة والمحتجزين لكنه لم يتطرق بشكل نهائي وواضح إلى صفقة التبادل الأسرة خلال الفترة القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر